جديد لكل أبطالنا على هذه الانتصارات التي خلقت واقع جديد قلب كل الموازين تحقق حكومة الوفاق الليبية تقدما استراتيجيا منظورا منذ توقعها مذكرة التفاهم المشترك مع تركيا في تشرين الثاني العام الماضي وما نتج عن ذلك التفاهم من تقدم ميداني لقوات الشرعية لم يتوقعه اللواء المتقاعد خليفة حفتر ولا الدول الساندة له تعاون ساعد قوات حكومة الوفاق في صد الهجوم على العاصمة طرابلس في أهم مكسب ميداني يضاف له استعادة السيطرة على مناطق عدة غربي ليبيا على حساب حفتر وقواته اللي تستعد مؤخرا لمعركة استعادة مدينتي سرت والجفرة من قبضة الانقلابيين كما تصفهم تحشيدات ميدانية تزامنت مع طرح الجزائر مبادرة عبر الرئيس عبد المجيد تابون حول الأزمة الليبية تفضي إلى وقف إطلاق النار والذهاب إلى مسار سياسي من خلال انتخاب مؤسسات جديدة ووضع دستور للبلاد زحف قوات الوفاق باتجاه سرت والجفرة واحتمالية التمدد أكثر باتجاه المنطقة الشرقية دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التهديد بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا في حال تحركت قوات الوفاق نحو مدينة سرت تطورات ميدانية سريعة بالنسبة لحكومة الوفاق التي قطع الشوطن كبيرا في التحرك الدولي بمساعدة حليفها التركي واستطاعت إيصال رسالة للعالم مفادها رفض مساع حلفاء حفتر بتنصيب حاكم للبلاد خارج الإطار الديمقراطي لا سيما وأن الغرب الليبي الذي يشكل ثلثي سكان البلاد مع الخيار الديمقراطي وإن تعثر استكماله مقابل رفض عسكرة الدولة مستقبلا وتستعد حكومة الوفاق أيضا إلى تكثيف تحركاتها الرسمية في دوائر القضاء الدولي ضد حفتر وضباط آخرين كما تسعى للانضمام إلى معاهدات دولية مثل نظام روما الأساسي المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية واتفاق أوتاوى لحضر الألغام واتفاق آخر بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية